اشتركوا في القناة من 1 سبعة حتى 12 سبعة الوقت محدود يا جماعة 1 سبعة ليه 12 سبعة تب المواصفات ايه او طبقا لايه اول حاجة على المتقدمة هنا ركز متقدمة يعني طالبة الزامبر قانون اللي واحد من نظمة لعمل المعهد وقانون تنظيم الازهر شروط التنسيق بقراء مجلس الادارة وانتكون الطالبة مصرية اناس فقط من محافظة ضميات اقامة وتخرج تخالبك ده طبعة الدراسة والعمل يعني هي هنا طيعت العمل والدراسة في ضميات والحصول على الشهادة اتمام دراسة للتعليم الاساسي او ما يعادلها من عام او اظهر مع دراسة اللغة الانجليزية الحد الادنى المجموعة المتقدمين لا يقل عن 80% المجموعة كل للاعدادية الازهرية بواقع 48 درجة اي 85% من مجموعة كل اعدادية العام بواقع 238 درجة وقال لا يقل سن الطالبة من العام الدراسة 2021 عن 14 عام ولا يزيد عن 16 عام وتكون الاولوية في القبول الحاصلات على الشهادة الاعدادية الازهرية بجميع مراكز المحافظة ويتم استكمال العدد المطلوب من الطالبات بعد كده في حالة التساوى في المجموع بعد التفاصيل بقى والحاجات دي كلها وبيشوفهم الاقرب جغرافية للمستشفى بيتم التقديم طبعا عن الطلب لو موقع علي من وليه امر الطالب بعدم زواج الطالبة اثناء الدراسة في المعهد وتفضل الطالبة طبعا اللي هيكون غير متزوجة ده اهم حاجة فيه تمام والطالبة ما تتجوز كمان وهي فترة الدراسة هنا بقى القبول طبعا هيبقى فيه تقديم المقابلة الشخصية في بعض المتحات الشفهية كده لما نحق لهم الدخول الاختبارات مع مراعاة الجراءات طبعا الاحترازية ولزام طبعا بالمجموعة الكلية في كل شكلة العددية او الازهارية طب هنا بقى رسوب التقديم للتنسيق للتنسيق هنا اول حاجة اللي انت بتقدم الطلب بالرسوب التقديم ده اول حاجة 100 جنيه مصرية لا تسترد يعني انت هتدفع 100 جنيه مش هتاخدها تاني يتم مدفعها بقصار رسمي في مقر العلاجات الخارجية بالمركز الاسلامي خلف جهاز التعمير اكيد لها في ضمات الجديدة او في ضمات عارف الكلام ده من الساعة 9 صبح من 1-7 حتى لوحدة ظهرا وتم مدفع عن طريق ولي الأمر فقط وطبق الموعادي الاتي لان هقولها دي ايه هي الموعادي بقى ضمياط ومدينة ضمات الجديدة من 1-7 حتى 4-7 عشان مسي التزاحم يا جماعة ملاحظات هنا طالبات الادرية الأزهرية والعام الزرقة مركز الزرقة 5-7 لـ6-7 طالبات الاعدرية الأزهرية والعام فرزكور من 7 لـ8 طالبات الاعدرية والازهرية قفر سعل وقفر بطيق من 9-7 حتى 11-7 كلهم يجب على ولي امر الطالبة متقدم راعة المواعيد المذكورة حتى يلتزم لاجرات الاحترازية عشان ما فيش مشاكل بفيه عندنا سلامة ان شاء الله وامن لولادنا ان شاء الله ان شاء الله نيجي بقى هنا اللي بتبعت نسخة يعني هنا ده الجواب اللي بظهر ودامكم ده جالي في منه نسخة هوريه لكم دلوقتي اهي دي نسخة اللي كانت جاية بطريقة تانية يتم ارسال نسخة من المستندات التالية بالبريد السريع ولن تقبل اي طلبات عن طريق اليد على عنوان المعهد يعني عشان بس نركز في الكلام ده كله ضميات ضميات الجديدة الحي الاول المجاورة السادسة مستشفى جامعة لازهر المعهد الفان التمريد في زرف موضح عليه من الخارج اسم الطالب نوع المؤهل بتاعه اعداده ولا ازهاري والمجموعة والملف بقى في ايه صورة استمرت النجاح بتاع الاعدادية تبقى للشروط الموضح سابقا صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الامر مكتوب عليها رقم الهاتف المحمول ويفضل ان يكون عليه واتس يا ريت عشان المقومين في حفظهم يات فقط عشان الشروط الموضحة صورة شهالة ميلاد الطالبة كمبيوتر اصل اصال التوريد لرسوم التقديم للتنسية لنسخة الحمرة عامل بان لان يتم الالتفاة الى الطلبات وتسلمها طريق اليد او باي وسيلة اخرى بخلاف المنصوص عليها في الاعلان او اللي هتسلم هيئة البريد بالبريد السريع بعد تاريخ بنشر سبع تعمل خالباك وتعلن بقى النتيجة المبدئية القبول عشان تكمل بيت اجراءاتك لا تعتبر الطالبة مقبولة الا بعد التحقق من صحة جميع المستندات وكل الاجراءات مستوفية الاختبارات الشخصية والكشف الطبي والكلام ده كل تقديم الاعذار والاتماسات خلال اسبوع من تاريخ الاعلان خطوة بخطوة يعني اي خطوة من خطوات التنسية لا يجوز سحب منف الطالبة بعد اقبولها بالمعهد بغرض التحويل او لأي سبب اخر خلال سنوات الدراسة ويتم التقديم اقرار بكده دور التواصل والمتابعة مع ادارة المعهد ويتم الاطلاع على قصل المستندات تمام في ادارة المعهد لا يتم استرداد المبلغ اللي احنا قلنا عليه قبل كده والأمر هو المسؤول الوحيد عن تقديم الاقرارات والتأكل من طبقة الكلام ده كل الشروط اللي احنا قلنا عليه ملحوظة مهمة يجوز لادارة المعهد اضافة مطرها مناسب من اجراءات واختبارات ده اللي وصلني من الاستاذ ابراهيم عيد تمام جزاء الله خيرا وده شيء مفرح لضمياط ومركز الزرق ومركز فرسكور وكافر سعده بطيه كل الاماكن ده ده يا جماعة فرصة للعاوز يقدم تمريد طالبات فقط اي جديد ان شاء الله هيكون عندنا اول باول فربنا يكتب لكم الخير يا رب العالمين اما حاجة نصيحة يعني شوف حاجة غير السنوي تأهلك للكليات يعني كل الحاجة بقى التعليم الفني بقى كويسة عن التعليم السنوي كتير فكل واحد ميوله ربنا يكتب لكم الخير والسلامة اللهم احفظ مصر المصري في امان الله اشتركوا في القناة